أتمنى من كل قلبي أن يشاهد كل شيعي هذه الحلقة لأنني سأجمل فيها كلاما مهما جدا طبقنا الرئيس على مائدة القمر طبق الخلاص الحديث عن يوم الخلاص الحديث عن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سأحاول أن أجمل الحديث بقدر ما أتمكن كي أجزه في هذه الحلقة ما مضى من العمر أتحدث عن عمري ما مضى من عمري قضيته راكضا لاهثا وراء هذا الموضوع وإلى هذه اللحظة لقد فتشت عنه في كل مكان ولقد عثرت هنا واستقمت هناك وأخطأت هناك وأصبت هنا تلك هي الحياة وهذا هو ابن آدم لقد قضيت حياتي باحثا عن هذا الموضوع وسأستمر إلى آخر لحظة أمتلك فيها قدرة وطاقة على الاستمرار لن أحدثكم طويلا في هذه الجهة إنما سأعرض لكم لقطات عرضتها سابقا وأنتم الذين تتابعون برامجي تعرفون عني أني أكرر المطالب المهمة ولكنني حين أكررها فإنني أعرضها لكم من جهات جديدة وأضيف إلى معلوماتكم معلومات جديدة هذا هو ديدني وهذه جديلتي وطريقة في برامجي وأحاديثي عبر السنين الماضية لا أعتقد أن موضوعا أهم من ظهور إمام زماننا إنني أخاطب جمهورا معينا أخاطب شيعة ينتظرون إمام زمانهم الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وهم يدينون بدينه يتمسكون بعقيدته يلجأون إلى قرآنه المفسر بتفسيره وإلى حديثه المفهم بتفهيمه صلوات الله وسلامه عليه بعيدا تمام البعد عن المنهج الطوسي وعن المنهج القطبي الشيعي وعن المنهج الخطابي النجس بعيدا عن كل تلك المناهج سأبدأ من هنا إنني لست موقتا ولا وقت أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة في الصفحة الثلاثمئة إنه الحديث الثالث بسنده بسند النعماني عن محمد بن مسلم قال قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا محمد إنه يخاطب محمد بن مسلم من كبار رواة الحديث الذين وصفهم الأئمة بأنهم الأمناء على دين الله يا محمد من أخبرك عنا توقيتا عنا عن محمد وآل محمد من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذبه فإن لا نوقت لأحد وقتا هذه الجملة خطيرة فإن لا نوقت لأحد وقتا جملة مستمرة إلى يوم الظهور الإمام الصادق يقول فإن لا نوقت لأحد وقتا يعني أن الإمام الحجة لن يوقت لأحد وقتا كذبون الذين قالوا ما قالوا ويقولون ما يقولون فإن لا نوقت لأحد وقتا إمام زماننا لن يوقت لأحد وقتا وقضية أخرى ما يردده مراجع النجاث من أن الإمام الحجة لا يعرف وقت ظهوره هذه الرواية تصفعهم على وجوههم وتفضح جهلهم وسخافتهم هذا يعني أن الأئمة يعلمون بوقت ظهوره لكنهم لا يوقتون لأحد وقتا هم يوقتون لأنفسهم هذا يعني أنهم عالمون بوقت ظهوره الرواية واضحة واضحة جدا الصادق يقول لمحمد بن مسلم يا محمد من أخبرك عنا توقيتا فلا تهاب أن تكذب من أخبرك عنا توقيتا أكان ذلك في اليقظة أم كان ذلك في المنام أكان ذلك في الأحلام أم كان ذلك في المكاشفات فماذا نصنع بالرؤى الصادقة إن كانت هناك من رؤية صادقة حددت معادا حددت وقتا نكذبها نكذبها وإنما نعطي لذلك التوقيت معنا يشير إلى التقريب ليس إلا يا محمد الحديث مع محمد بن مسلم من أخبرك عنا توقيتا فلا تهابن أن تكذب كذبه لأنه كذاب أخبرك فإن لا نوق لأحد وقتا الحديث الخامس من الباب نفسه بسنده بسند النعماني عن أبي بكر الحضرمي قال سمعت الصادقة صلوات الله عليه سمعت أبا عبد الله يقول إن لا نوقت هذا الأمر لا نوقت هذا الأمر لأحد من الناس الذي يقول هذا الكلام أنا لا أوقت هذا هذا يعني أنه يعرف الوقت بدقة الذي لا يعرف الوقت بدقة لا يقول إني لا أوقت إنما يقول إنني لا أعلم الوقت إنا لا نوقت هذا الأمر إذن ماذا تريدون منا أئمتنا سادتنا أولياءنا ماذا تريدون منا أن نصنع الحديث السادس بسند النعماني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه قال قلت له أبو بصير يقول قلت للصادق قلت له جعلت في ذاك متى خروج القائم هذا السؤال الذي يتأجج يتأجج لهيبا في عقول الشيعة المنتظرين وفي قلوبهم جعلت في ذاك متى خروج القائم فقال يا أبا محمد هذه الكنية الحقيقية لأبي بصير أما أبو بصير فهي كنية مجازية لأنه كان ضريرا فقال يا أبا محمد إمامنا الصادق يقول إنا أهل بيت لا نوق نحن عالمون بالوقت نحن أهل البيت عالمون بالوقت لكننا لا نوق لكم إنا أهل بيت لا نوق وقد قال محمد صلى الله عليه وآله كذب الوق كذب الوق الوق المقات هنا الذين يحددون مقات فحينما لا يتحقق شيء في ذلك المقات يبررون الأمر ويوقتون مقات آخر إنها أكاذيب الذين يدعون ما يدعون إنها أكاذيب الخطابيين الأنجاس وأكاذيب أمثالهم يا أبا محمد إن أهل بيت لا نوق وقد قال محمد صلى الله عليه وآله كذب الوق قاتون يا أبا محمد لكننا نتكلم هكذا يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر إن قدام هذا الأمر خمس علامات وربما يقال خمس علامات القراءتان صحيحتان إن قدام هذا الأمر خمس علامات أولى هن أولى هن لا على نحو الحقيقة والعدد وإنما على نحو الأهمية في الذكر في الكلام فأهم تلك العلامات لأنها علامة عالمية الصيحة في شهر رمضان أما السفياني علامة خاصة تتميز تتميزها الشيعة فيما بينها الصيحة في شهر رمضان علامة عالمية ولذا فإن الإمامة جعلها الأولى الأولى هنا لا بنحو الحقيقة وبنحو العدد وإنما بنحو الأهمية لذا جاءت أولى في الذكر أولى في الحديث أولى هن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني ولربما أريد من هذا التعبير أولى هن أريد مجموع العلامات أن العلامات المهمة هي هذه المجموعة الأولى أولى هن النداء في شهر رمضان وخروج السفياني في سوريا في بدايات شهر رجب في رجب العلامات بعد أن يكون قد ظهر في محرم تلك السنة إلى أن تظهر علامته واضحة في أوائل شهر رجب العلامات وخروج السفياني وخروج الخراساني وقتل النفس الزكية وهذا في وقت متأخر عن الصيحة وعن خروج السفياني وقتل النفس الزكية في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة في محرم الذي يأتي بعد ذي الحجة سيكون الظهور في يومه العاشر وخسف بالبيداء هذا الخسف خسف بجيش السفياني في بيداء المدينة يكون مقترنا مع إعلان الإمام من مكة إنه يعلن ظهوره ويعلن بيانه بين الركن والمقام كما حدثتنا الروايات الشريفة الرواية ليست بصدد ذكر العلامات بحسب ترتيب وقوعها وإنما تحدثت عن العلامات المهمة التي يجب على الشيعة أن يلتفت إليها ويجب على البشرية جمعاء أن يلتفت إليها أهم العلامات صيحة شهر رمضان هذه العلامات إذا أردت أن أرتبها بحسب وقوعها خروج السفياني وخروج الخراساني النداء النداء في شهر رمضان قتل النفس الزكية خسف بالبيدع هذا هو الترتيب الزماني لهذه العلامات بحسب ما حدثتنا رواياتهم الشريفة إمامنا الصادق يقول لأبي بصير يا أبا محمد إن أهل بيت لا نوقت ولكن تحدثوا بهذه الطريقة يا أبا محمد إن قدام هذا الأمر خمس علامات خمس علامات أولاهن النداء في شهر رمضان إلى آخر الرواية الشريفة هكذا يريد منا أئمتنا أن نتحدث فليس هناك من توقيت وليس هناك من تحديد زماني قد وصل إلينا منهم صلوات الله عليهم أعتقد أن صورة واضحة وواضحة جدا بين أيديكم فحينما أحدثكم إنني لا أوقت كذب الوقاتون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر